ما هي الحجامة؟ الحجامة لغة مشتقة من حجم وحجم نقول حجم فلان الأمر أي أعاده إلى حجمه الطبيعي وأحجم ضد تقدم فمن احتجم تحجم الأمراض من التعرض له فزيادة الدم الفاسد في الأبدان يجعله يتراكد في أركض منطقة فيها ألا وهي الظهر ومع التقدم في العمر تسبب هذه التراكمات عرق لعامة لسريان الدم العمومي في الجسم مما يؤدي إلى ما يشبه الشلل في عمل كريات الدم الفتية وبالتالي يصبح الجسم عرضة لمختلف الأمراض فإذا احتجم الإنسان عاد الدم إلى نصابه وذهب الفاسد منه أي الحاوي على نسبة عظمى من الكريات الحمر الهرمة وأشباحها وأشكالها الشاذة ومن الشوائب الدموية الأخرى وزال الضغط عن الجسم فاندفع الدم النقي العامل من كريات الحمر الفتية ليغذي الخلايا والأعضاء كلها ويخلصها من الرواسب الضارة والأذى والفضلات والحجامة هي عملية سحب الدم من أو إلى سطح الجلد باستخدام كؤوس الهواء بدون إحداث أو بعد إحداث خدوش سطحية بمشرط معقم على سطح الجلد في مواضع معينة لكل مرض الحجم لغة المص وسمي به فعل الحاجم لما فيه من المص للدم في موضع الشرط الحجامة هي فعل الحاجم وحرفته المحجم الآلة التي يحجم بها أن يمص بها الدم وهي أيضا مشرط الحجام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر